أنا أضرب لك مثالاً واحد محمود أبو رية تعلمون صاحب الكتاب المعروف لأبو هريرة وكذا محمود أبو رية يقول أنا كيف أستطيع أن أستند إلى الروايات والنبي صلى الله عليه وآله في اليوم والليلة كان يقرأ التشهد في الصلاة خمس مرات ليس كذلك صلاة الصبح والظهر العصر المغرب العشاء خمس مرات يقرأ التشهد وخلفه من صحابته ويومياً كم خمس مرات ولعشر سنوات بعد ينبغي أن يقع لاختلافه لا ينبغي خمس مرات مو مرة واحدة خمس مرات أنا لا أتكلم عن الوضوء لعله كان يتوضع في البيت فلا يراه أصحابه أما التشهده يسمعه ولا أصحابه لا يسمع وإحنا الآن عدنا في النصوص السنية فقط يكون في علمك لا في النصوص الجائعية أنحاء من التشهد مثالياً مثالياً منها نحو نحو مثالياً شاهدين مختلفات لا لا أزل ما أذكر ابن مسعود يذكر لنا كان يتشهد كذا ابن عباس كان يتشهد كذا عمر بن الخطاب كان يقول يتشهد كذا عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول يتشهد تسعة من الصحابة اللي يقولون سمعناه يقرأوا هاك انت بين اثنين إما أن تقول أن القضية كانت واسعة ورسول الله يومياً يقرأوا ماذا طيب لا أريد أقول لك لا اسمعني عزيزي أريد أقول لك في أمر مسموع معلوم واضح ومع ذلك وقع فيه ماذا الاختلاف هذا اللي خلى سيد كمال حيدري يقول الحقيقة المطلقة ما ممكن تكون جزاك الله خير هذا أنا داخل المنظومة دا أتكلم أقول يا عزيزي أنت الذي تقول لا نحن رسول الله قال صلوا كما رأيتموني أصلي كيف يصلي أصحابه المقربون كل يقول كان يصلي هاك إذن أنا بين اثنين إما أن أقول أن الواقع عنده واحد أقول الجواب وأنا أتحدث مع رجل دين مشتغل بالفلسفة ومركز على نظرية المعرفة كثيراً وأستاذ أيضاً مركز على نظرية المعرفة وساعد صاحب الأس المنطقية لاستقرار يرى هذه المنظومة التي تحدثنا عنها وفككنا الكثير من مبانيها قادرة على إنتاج ما نقول الحقيقة قادرة على إنتاج اجتهادات لا نهائية هذه الاجتهادات لا نهائية ولكنها بشكل ترجمة نانسي قنقر